اشتركوا في القناة الفكرة الطيبة سيدة المواقف يظلل تاجوها كل شيء الفكرة الطيبة هي الثورة الحقيقية اللي العالم كان بينتظرها على الاقل ممن يدعون انفسهم بانهم جماعات اسلامية وطبعا هذا المصطلح هراء 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 لان ما فيش حاجة اسمها جماعات اسلامية لما يبقى فيه جماعة الاخوان والسلفية والكذا 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 فاقل الجمع تلاتة فدول ولا الطيارة البونجي في اعلى رقم لها يبقى مش جماعات احطوا بفرقة والدين هو وحدة المسلمين يحضرني في هذا الصدد كلمة كان قالها نابليون بونابرت بعد هزمته وهو موجود في منفاة في جزيرة القديسة هيلانا بيقول انا الوحيد المسؤول عن هزيمتي ليس احد سواي اسرائيل بعد هزيمة 1973 حرب المجيدة اللي المسلمين مجتمعين والعرب مجتمعين قعدوا 600 سنة بدون انتصارات المعركة الوحيدة اللي بعد 600 سنة انتصارنا فيها كانت حرب اكتوبر العظيم اجتمع كل القادة الاسرائيليين تحت لجنة اسمها لجنة الاعتراف وكل واحد منهم صارح نفسه وصارح مجتمعه باخطاءه ومن هناكت نهضة اسرائيل فالحقه احقه ايه التبع اسرائيل في نهضة اكتر من النهضة العربية بكثير 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 والاعتراف بالحق فضيلا الحكيم الصيني سانتزوب يقول اذا اردت ان يعم السلامة في العالم فعليك تحقيقه اولا في بلدك واذا اردت ان يعم السلامة في بلدك فعليك تحقيقه اولا في اهلك واذا اردت ان يعم السلامة في اهلك فعليك تحقيقه اولا في نفسك واذا اردت ان يعم السلامة في نفسك فعليك تحقيقه اولا في جسدك وفكرك يعني احنا بنرجع تاني للفكر الرئيس عبد الفتاح السيسي بالامس أصدر تعليماته للحكومة المصرية بعمل قوائم للذين هم في السجون شوف مين المدان ومين اللي مش مدان قانونيا وحتبدأ تتعمل لهم مراجعات فكرية ويخرجهم طيب المراجعات الفكرية ديت هتكون على أي أساس على الأساس اللي هم ضللوا بيه لأن لا يفل الوهم إلا الوهم إن الإنسان الصحيح هو اللي بيمتلك العمل الصحيح والأمل الفسيح هم تصورهم أن هم عندهم المنهج الإسلامي وتطبيق الشريعة ده المنهج الصحيح هل هم طبقوا الشريعة؟ ده سؤال ابتداء بنسأله من وانا عنده 18 سنة لجميع قادة الحركات الإسلامية في العالم كله حضروا معنا في أفغانستان بدايات 87 وكنا نتوجه لهم بالسؤال ده جميع قادة الحركات الإسلامية على مستوى العالم ما هو الحكم الشرعي في تكوين الجماعات الإسلامية؟ أنت بتقول لي إسلام بتقول لي أنت عاوز تطبق الشريعة طب في البداية نشوف الحكم أنت في الحكم فين؟ ما هو الحكم الشرعي في تكوينك أنت؟ أساساً شرعاً لا يجوز تكوين جماعات إسلامية هذا أول شيء تاني نقطة الأمل الفسيح اللي هم توهموه وعلى رسلها بدأت أمريكا تطلع جبهة النصرة وداعش وكذا 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 وبدأوا يدوا للشباب أمل فسيح اللي هي دولة الخلاف وهم أساساً لا أفقهوا معنى كلمة دولة الخلاف لأن الإسلام ما عرفش حاسمها دولة كلمة دولة ده شيء في العلوم السياسية مصطلح حديث بدأ في منتصف القرن السادس عشر مش في حاسمها دولة الإسلام يعرف إمارة يعرف سلطنة يعرف مملكة إنما الدولة الإسلامية في العرق والشام ابتداءاً هم مش عارفين يجيبوا المصطلح مش عارفين يسكوا المصطلح تيجي بعد كده تقول لخلافة وأفوجع إن أنت جاي توقع الخلاف والفرقة والتشتت والريبة والشك ما بين الأمة كلها فإحنا وقعين في كارسة فلازم نتحدث مع هؤلاء الناس قبل ما يخرجهم لأن أنا بقول للمشير عرفتاح السيسي مش كفاية اللي هو مش مدان قانونياً وملاحق تحت أي جريمة إن أنا أقول له تفضل اطلع طب والفكر اللي عنده هنعمل فيه إيه ولسيماً أن المسألة سهلة جداً هنتكلم في الشريعة وهنتكلم في مفهوم دولة الخلافة الإسلامية اللي هم بيتكلموا بيها وده مسألة في غاية الخطورة لو سبنا الموضوع والناس دي طلعت عن تجارب سابقة معاهم لو طلعوا بهذا الأمر الجماعة الإسلامية عملت مراجعات قبل كاته الجهاد عمل وثيق الترشيد العمل الجهادي قبل كاته ولما جات 25 يناير وجات الثورة انقلبوا على كل المراجعات الفكرية بتاعتهم وبدأوا يتأولوا أكتر من الأول فحنرجحهم ونرجع الدائرة من أول وجديد لا يستقيم الأمر احنا عاوزين نخطو خطوة للأمام جورج واشنطن الرئيس الأمريكي قال كلمة في غاية العبطرية اسألني ما العمل في صحفيين وإعلاميين ومسؤولين بيسألول فقالهم ما تسألونيش أي شيء أنا عاوزكم تسألينه سؤال واحد ما العمل فالمستقبل هو الذي أولى بالرعاية يعني الرجل طلب منهم سؤال وهو اللي يجاوب على السؤال فيلم سيمون لألباتشينو كلمة عبقرية بيقول قدرتنا على صنع الاحتيال فاقت قدرتنا على كشفه وألفز بريسلي في أغنية شهيرة بيقول كيف يمكننا أن نبني أحلامنا وعقولونا تشك الناس اللي طلع دي في عندهم ريبة هم أساسا بدأوا الركستين بتحهم العمل الصحيح والأمل الفسيح على شك وريبة وتيه وحيرة وحنرجع تاني للعرب التائه بدل اليهود التائه وبدل اليهودي اللي تكتب عليه التيه في صحراء سينة أربعين سنة جزاء بما كسبت يدهم بأمر من الله عز وجل أربعين سنة يتيونة في الأرض لا أصبح الأستاذ محمد حسنين هيكا اللي عمل لنا كتاب اسمه العرب التائه إحنا اللي بقينا تايهين وتتعمق المسألة بعد كده ونلاقي على شاشات القنوات الفضائية اللي ومن اللي فاتهم عبقرة في التحليل السياسي ما هو فيه مثل عامي بيقول الست اللي مش ناوية تعجن تقعد تغيب الست ايام تقعد تحليل ست ايام دقيقوا بتحللوا إحنا خلاص شبعنا تحليل إحنا عاوزين عمل لا توصلنا من العرب التائه من اليهودي التائه للعرب التائه لناس في القنوات الفضائية تتري برنامج كامل بيتكلم فيه مصري تاهة يا ولادي الحلال وييجي مفكر تاني أو محلل آخر في أحد البرامج يتكلم أن الإنسان بيدخل سوق ومقرر هو مش عاوز لحمة ومش عاوز فراخ وأنا مش شايف لا فيه لحمة ولا فتاة ومش عاوز سمك كمان يعني نافلة القوم ودخل السوق وهو مقرر لأنه مش عاوز الحاجات ديت تسأله طب أنت عاوز إيه يقولك مش عارف وكأن الشعب المصري اللي لما بنحتاجه بنقول أصلا بشعب شعبه ممكن الظروف والأزمات تهزوا شوية بس ما تهزمهوش لأنه أسرع شعب بيعرف يرجع لنفسه شعب فيه من الأصولة والرجولة اللي مش في كتير من الشعوب غيره نيجي لما نستدعيهم في 25 يناير نقول عليه شعب عظيم لما نستدعيهم في 36 نقول شعب عظيم عمل ثورة محصلتش في التاريخ ولا في الجغرافيا لما مشروع قناة السويس في 6 أيام لما 64 مليار شعب عظيم شعب عظيم وبالآخر ده الشعب ده سازج ده الشعب ده همل ده الشعب ده مش فاهم ده الشعب ده عاوز يتوعى أول الشعب ما بيد يطلب بحقوق والحقوق بسيطة جدا 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 إحنا عاوزين نصالح المفاهيم والأشياء اللي إحنا تربينا عليها في الفترة اللي فاتت وشكرا